السلام عليكم هذا أحد أنواع أجهزة التصوير الطبقي بالحاسوب الحديث وهذا مقطع تشريحي في الجسد يتكون جهاز التصوير الطبقي المحوري بالحاسوب من قسمين رئيسيين جهاز القياس وهذا يحتم بقياس انقصاص الأشعة السينية والحاسوب الذي يعيد بناء السور يتكون جهاز القياس من العنصر الميكانيكي وهو أنبوب الأشعة والكواشف وأما الجهاز الميكانيكي فنموذج الحركة كما قلنا في المحاضرات السابقة يعتمد على سليب رينج تكنولوجي الجسر في الجهاز التصوير الطبقي المحوري بالحاسوب يحتوي هو جزء مهم في الجهاز وفائدة هذا الجهاز هو تلقي الأوامر من وحدة التشغيل لإجراء الفحص المطلوب وتتراوح درجة ميلان الجهاز من 20 إلى 30 درجة مئوية درجة إما بالموجب أو بالسالب وذلك حسب نوع الجهاز ويضم فتحة كما نرى في هذا الشكل وهذه الفتحة في طاولة في الجانتري تسمى طاولة الفحص هذه طاولة الفحص وهذه الفتحة وهذا الجسر الذي يحتوي على أنبوب الأشعة كولوميترز يحتوي على سليب رينك تكنولوجي والقواشف إنبوب الأشعة هذا مقطع توضيحي ورسم توضيحي لإنبوب الأشعة يحتاج إنبوب الأشعة في جهاز التصوير الطبق المحوري إلى مواصفات واحتياجات تختلف عن بقية الأشعة الأخرى منها احتياجات ميكانيكية لتثبيت إنبوب الأشعة بيم ألايمنت وتحمل إنبوب الأشعة لدرجة عالية وتكون قوة التبريد مناسبة وكذلك تختلف نقطة التركيز أو التعديل من جهاز إلى جهاز الكواشف هناك عدة أنواع من الكواشف وهي مهمتها تسجيل مقدار امتصاص الأشعة وذلك بتحويل الطاقة المنتصة إلى طاقة إشارة كهربائية كما نرى بهذا الشكل والمسددات أو كولوميترز وهي تحدد ارتفاع المقطع المدروس كلما ارتفعت أو انخفضت وأن الهدف منها هو تقديل الجرعة الإشعاعية للمريض ومرور الإشعاع المفيد منها هناكيوب الإشعاع في كولوميتر هون وكولوميتر هون هذه هي بريد بيشنت كولوميتر قبل المريض هذا المريض هنا المريض وهذا المريض وهذا البيم شابينج فلتر وهذا بوست بيشنت كولوميتر وهذا الكاشف وهنا تخرج الأشعاع للكاشف الأشعاع المفيدة التي يستفيد منها الجزء في التصوير كما رأينا الجسر يحتوي على فتحة دائرية تدخل منها طاولة المريض هذه طاولة المريض ويدخل الجسم المرارة التصوير إلى هنا ويقوم بين بوب الأشعاع والكاشف وتختلف هذه الفتحة من 55 إلى 70 سنتيمتر ومعتمدها على نوع الجهاز هذه طاولة المريض طاولة المريض طاولة المريض جزء مهم في التصوير الطبقي ويجب صنع الطاولة من مادة قليلة العدد الذابري لتسمح باختراق الأشعة مثل مادة ألياف الكربون لها ولا تؤثر أو تتفاعل على مع الأشعة ويجب أن تكون قوية متحملة لوزن المريض ومنها يتحول ممكن تحمل طاولة المريض من 150 إلى 200 كيلومتر تعتمد على الجهاز ويجب أن تتحرك الطاولة حرك من ناحية ميكانيكية بسهولة وبالدقة بحيث تحدد مكان وموقع التصوير بدقة تتحرك الطاولة باتجاهين للأعلى والأسفل وإلى الأمام وإلى الخلف ويجب أن تتوفر وسائل الراحة والمساعدة لعملية التصوير منها سفنجة أو مخدر للرأس أو قوشن أو سفنجة تضع تحت الرجلين في عملية التصوير وغيرها وأيضاً يتقون جهاز التصوير الطرقي المحوري من الحاسوب وهو جزء مهم جداً في التصوير الطرقي ويتقون الحاسوب كما نعرف من وحدة الإدخال ووحدة التحكم ووحدة الحساب والمنطق ووحدة الذاكرة ووحدة الإخراج شكراً لإستماعكم لهذه المحاضرة القصيرة عن مكونات الجهاز التصوير الطرقي المحوري وسوف إن شاء الله نلتقي في محاضرة أخرى بتقميل القرص لدينا سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر